بادر عبد العاطي وأيضا نظره في جنوب إفريقيا حيث تم تأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين طبع رغبة القيادة السياسية في كلا البلدين بالطبع لتعزيزها خلال الفترة القادمة بما يدعم اقتصاد البلدين وأيضا تطبق الرؤى بين الدولتين في العديد من القضايا سواء على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى العالمي وأيضا الوزير بدر عبد العاطي تحدث عن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر وجنوب إفريقيا وتعزيز الاستثمارات والرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل هذه الشراكة بالطبع وأيضا في ظل هذه العضوية في مجموعة البريكس وغيرها من الخطوات لتعزيز هذا الأمر خلال الفترة القادمة بما يحقق السلم والأمن في القرى الإفريقية في ظل هذا التطابق وفي ظل هذا التعاون وفي ظل هذا التنصيق بين البلدين بالطبع للتغلب على العديد من التحديات والقضايا داخل القرى الإفريقية والتي تعاني من العديد من التحديات في نهاية المطاف أيضا تم تطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية تم الحديث عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وأيضا في لبنان والأوضاع في السودان وفي ليبيا وأيضا وزير الخارجية في جنوب إفريقيا دعا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتأكيد على حل الدولتين وأيضا تطابق الرؤى مع مصر في هذا الشأن والتحرقات المصرية وثمن الضور المصري في هذا الصدد الداعم للشعب الفلسطيني للحقوق للحصول على حقوقه المشروع في نهاية المطاف وإقامة دهولته المستقلة على حدود سبعة وستين وأيضا تحدثوا عن ضرورة أصلاح مجلس الأمن وأن يكون هناك دور للدول الإفريقية أو عضوية للدول الإفريقية ورفع الظلم ربما التاريخي كما وصف وزير الخارجية المصري الدكتور بادر عبد العاطي هذا الأمر عن القرى الإفريقية في هذا الشأن وتحدثوا عن أيضا كيفية البناء على هذه الزيارة خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات وتشجيع المزيد من الاستثمارات في ظل هذه الشركة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وكذلك الدعوة لزيارة أيضا مشتركة أو لوزير الخارجية خلال الفترة القادمة في ظل هذا التعاون وتبادل الرؤى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا راما فوسا ستكون هناك المزيد من المتابعة لهذا الملف مشاهدين الكرام لكن بعد هذا الفصل لمتابعة هذه الزيارة لوزير خارجية جنوب إفريقيا وهذا المؤتمر الصحفي الذي شاهدناه منذ قليل ينضم إلي عبر الهاتف سيادة السفير الرخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق سياد السفير إذن لو تحدثنا عن هذه العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجنوب إفريقيا وكيفية البناء عليها خلال الفترة القادمة لتغلب على بعض التحديات وأيضا تعزيز الشراكات يعني بلا شك مصر وجنوب إفريقيا يعتبران من الدول الإفريقية المتقدمة التي لديها تركيبة صنعية وثقافية وعلمية تتيح للدولتين مزيد من التعاون مع الدول الإفريقية الأخرى ومع منطقة الشرق الأوسط تم الحديث حاليا عن التعاون الجنوب الجنوب وهذه الفكرة كانت فكرة يعني في إطار قوي جدا في التسعينات من القرن الماضي الآن عندما تعود فهي دي بتدي مساحة أوسع للتعاون بين الدولتين خاصة وإن الدولتين عضوين في البريكس وده أيضا في مجال للتعاون سواء السودائي أو على سواء مجموعة عشر دول أيضا جنوب أفريقيا طبعا عضو في مجموعة العشرين ومجموعة العشرين كمان عالم تضم أيضا مجموعة السبع الكبار وهي أكبر دول صناعية إلى جانب التلاتاشر دولة الأخرى مصر ستكون ضيفا في الاجتماع القادم لمجموعة العشرين التي ستوقض في البرازيل يومي 18-19 شهر الجري وإن جنوب أفريقيا ستتولى رئاسة المجموعة العشرين أعتبارا من شهر ديسمبر القادم فده مجال آخر لتعاون بين البلدين أهمية التعاون في حل الأزمات الأفريقية لأن أفريقيا لو نظرنا للخريطة هنجد مصر على رأس الخريطة في الشمال وجنوب أفريقيا على رأسها من الجنوب فده بيدي فرصة النزاعات الموجودة سواء في القرن الأفريقي بحكم أنها بتدخل في المجال الاهتمام الحيوي لكل البلدين والإلمة لها من تأثير سواء على منطقة البحر الأحمر والملاحة في قناة السويس أو على الاضطرابات في منطقة حوض نهر النيل أو في منطقة البحيرات العظمة كل هذا بيساعد أن في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي من الممكن أن يتم التعاون بين البلدين وكل منهما يجذب مجموعة أخرى خاصة أن جنوب أفريقيا أهم دولة في مجموعة الصادق وهي مجموعة جنوب أفريقيا ومصر أهم دولة في مجموعة الكوميسا فبالتالي المجموعتين في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري أيضا من الممكن التعاون بينهم أيضا سيادة السفير لو تحدثنا عن فكرة إصلاح مجلس الأمن وأن يكون هناك مقعد للقرى الأفريقية ورفع ظلم التاريخ عن القرى في هذا الصدد كما تحدث وزير الخارجية المصري في هذا الشأن كيف يمكن التحرك في هذا المجال بالفعل خلال الفترة القادمة؟ يعني هناك جهود دقوبة في هذا المجال وكانت على أشدها من سنة 95 لسنة 2002-2003 في ذاك الحين كان هناك دفع قوي لتوسعة مجلس الأمن بحيث أن القرى الأفريقية وقرة أمريكا الجنوبية قارتين بأكملهما ليس لهم عضوية في مجلس الأمن يعني المجموعة الأفريقية 54 دولة ليس لها عضوية في مجلس الأمن بينما نجد أن أمريكا الشمالية عبارة عن أربع دول لها عضو دائم في مجلس الأمن هناك عدة صعوبات مازالت خائمة الصعوبة الأولى هو ضرورة اتفاق المجموعة الإقليمية لأنه يتعاون مع جنوب أفريقيا في عندنا الجزائر عفوا نيجيريا بتقول إحنا أكبر دولة أفريقية من حيث داد السكان عندنا في إثيوبيا أيضا عندنا في بعض دول أخرى فبالتالي لابد أولا من التنسيق بين المجموعة الإقليمية حتى في الاتحاد الأوروبي نجد أن إيطاليا بتقول طيب شمال ألمانيا إحنا نعمل توزيع ويبقى بالتناوب يعني هناك خلاف داخل مجموعة الأسيوية أيضا هناك داخل المجموعة الأسيوية نجد أن إندونيسيا واليابان في إندونيسيا بتقول نحن دولة كبيرة ولا نقل لهمية والهند فهنا فيه خلاف الخلاف الثاني هو الدول الخمسة الدائمة التي لا تريد أن تتنازل عن مزاياها لأن لكي يتم تغيير عدد العضاء الدائمين ومنح أفريقيا مثلا المقعدين وأمريكا اللاتينية مقعد أو أكثر وأسيا مقعد ده يحتاج موافقة الخمسة الأعضاء الدائمين هل هم يفرطوا في هذه الميزة النسبية التي تجعلهم يعطلون مجلس الأمن بالكامل لمجرد تصويت واحد منهم ضد القرار فدي عوزة مجهود كبير جدا المهم في أفريقيا هو تفعيل الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي يضم 54 دولة يستطيع أن يكون له فعالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي لأن ما ينقصه هو التمويل يحتاج إلى تمويل يحتاج إلى تكوين لجان ذات فعالية من رؤساء السابقين وده حصل في منطقة الجنوب الأفريقي في الخلافات اللي كانت في أنجولا واللي كانت بين الكونغو وبين كل من رواندا وبروندي فهنا ده بيبقى فيه لجان حكماء من رؤساء الأفريقة يحلون الأزمات والقضايا زي الأزمة الليبية الأزمة في السودان المشكلة المشاكل الموجودة في البحارات العظمى الأزمة الصومالية نعم سيادة السفير نعم سيادة السفير فعلا تفعيل للتحاد الأفريقي بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق أيضا لمزيد من المتابع مشاهدين الكرام ننتقل مباشرة إلى الزميلة أمل صبري مرسلة النيل للأخبار لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ومخرجات هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري وأيضا نظري في جنوب إفريقيا إليك أمل أهلا بك محمد وكل مشاهدين الكرام انتهى للتو كما تابعنا على شاشة النيل الأخبار فعليات المؤتمر الصحفي الذي جمع بين معالي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره من جنوب إفريقيا هذا المؤتمر الصحفي جاء عقب جلسة مباحثات منفردة جمعت بين وزيري الخارجية وكذلك جولة من المشاورات السياسية على كافة الأصعادة والمستويات سواء الثنائية أو الإقليمية وكذلك الدولية المؤتمر الصحفي أعلن خلاله وزير جنوب إفريقيا عن امتنانه البالغ من لقائه اليوم بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم له التهنئة والبداية قدم له رسالة من رئيس جنوب إفريقيا يهنئ فيه مصر على النجاح الساحق للمؤتمر الحضري العالمي والذي استدفته مصر خلال فترة الوجيزة الماضية أيضا أعرب عن امتنانه البالغ لزيارته لأرض الحضارة كما وصفها وزير خارجيات جنوب أفريقيا وأن هناك حرص من قبل بلادها على دعم وتعزيز والتواصل واستمرار المشاورات السياسية على كافة القصعدة لو تحدثنا عن الجوانب الثنائية والتعاون الثنائي أعلن الوزيران خلال المؤتمر الصحفي أن هناك حرصا بالغا من قبل الدولتين على دعم وتنمية تطوير هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات لسيما بالطبع التجارية والاستثمارية أيضا القضايا المهمة في القارة الأفريقية كانت أو استحوذت على الكثير من المباحثات والمشاورات اليوم بين وزيري خارجيات مصر وجنوب أفريقيا تطرقت المشاورات إلى الأوضاع في القارة الأفريقية كيفية دعم التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا باعتبارهم دولتين كبيرتين لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه دول القارة سواء محاربة الإرهاب أيضا موضوعات السلم والأمن وغيرها من الملفات المهمة التي يمكن أن يتصدى لها مصر وجنوب أفريقيا من خلال التعاون المثمر بين البلدين أيضا كان هناك تطرق للحديث عن تطورات الأوضاع في السودان وكذلك في ليبيا وأيضا موضوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له نصيب كبير من المباحثات أكد الجانبان خلال المؤتمر الصحفي رفضهم المؤكد والكبير للعدوان الإسرائيلي على القطاع من جانبي أعرب وزير خارجية جنوب أفريقيا عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للتوصل لوقف فوري ولإطلاق النار يعني العديد من الملفات والموضوعات التي جهدتها الخارجية المصرية منذ الصباح الباكر لصبل لدعم وتطوير العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا يعني جدير بالذكر أن هذه المشاورات التي انتلقت منذ الصباح بتتزامن مع عقد منتدى الأعمال بين مصر وجنوب أفريقيا في وزارة الاستثمار المصرية ما يؤكد على ويعكس حرص البلدين على دعم هذه العلاقات خلال الفترة القادمة بإذن الله شكرا جزيلا الزميلة أمل صبري ومراسلة أمني للأهبار على كل هذه التفاصيل وبالطبع سوف نتابع معك خلال خدمتنا الإخبارية إذن هي زيارة تكتسب أهمية خاصة وأن جنوب أفريقيا ستتولى خلال الفترة القادمة رئاسة مجموعة العشرين أيضا في ظل هذه العضوية المشتركة لمصر وجنوب أفريقيا في مجموعة البريكس وبالتالي لابد من تعزيز التعاون والتنصيق المواقف سواء على المستوى الاقتصادي وإيضا على المستوى السياسي في هذا الصدد وكذلك خاصة وأن الشمال والجنوب في القرى الأفريقية وما بينهم هناك العديد من التحديات التي تتطلب التنصيق والتعاون حتى يمكن التغلب على هذه الأزمات التي تويق عملية التنمية المستدامة في نهاية المرضى داخل القرى الأفريقية وبالتالي هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على تعمير هذه الشركات داخل العمق الأفريقي ليس مع جنوب أفريقيا في حزب لكن أيضا مع العديد من الدول الأفريقية بما يعود بأن نفعل شعوب المنطقة بشكل عام واتغلب على هذه التحديات خلال الفترة القادمة على الرأس الساعة ستكون هناك جولة إخبارية شاملة ستكون فيها المزيد من المتابعات شكرا لكم وإلى اللقاء